أجلت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى جلسة الخامس من شهر نوفمبر المقبل لمرافعة المدعين بالحق المدني وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق اليوم في جلسة سرية إلى أقوال ضابط الواقعة وفي أولى جلساتها في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري استمعت الاستئناف إلى أقوال المتهم في القضية عبد الرحمن صباح عيدان الذي صدر ضده حكم بالإعدام من دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية وأنكر جميع أقواله التي أقر بها أمام الجنايات كما أنكر جميع المتهمين التهم المسند إليهم من المحكمة